اهلا وسهلا فيكن اصدقائي من جديد واليوم رح نعمل اونلاين تيست طبعا الغاية والهدف من هذا الفيديو اليوم هو بكل بساطة انه فينا الراجع بعض المعلومات والقواعد اللي مروا علينا بالفترات الماضية فبتمنى التعبع معي وخلينا نبلش اذا هذا هو الموقع اللي رح نعمل فيه ال اونلاين تيست في عنا 10 اسئلة رح نجاوب عليهم ونشوف بالاخير اذا اسئلتنا صح او غلط طبعا كل سؤال عنا فيه الو خمس خيارات لازم نختار الاجابة الصح من هدول الخمس خيارات ومنبدأ بالسؤال الاول اذا نفراج نوما 1 اين هو القلم رح نشوف الخيارات اللي عنا الخيار الاول طبعا هون في عنا غلط اللي هو اذا انتا هو حرف جر لازم يجي بعضه داتيف دير شتول هو بالاساس بالداتيف بيصير لازم يكون ديم شتول اذا انتا ديم شتول لحتى ممكن تكون الجملة صح ولكن الجملة هاي غلط بسبب الارتكل تبع شتول منشوف الخيار التاني دير كولي لقت انتا ديم شتول اذا نوعا ما لحد الان دير كولي لقت صح ولكن انتا دين شتول هو غلط انتا ديم شتول مفرود تكون الخيار التالت دير كولي لقت انتا ديم شتول إذن هذي الجواب هو صح منحددهم بدقيًا إذن هون في عنا الفعل مو مزبوط يعني كتابته إذن بالسنجولار بيكون متل ما هون موجود إذن الخطأ بهاي الجملة هو الفعل والخيار الأخير عنا إذن الفعل هو غلط كتابته إذن الفعل بالسنجولار كتابته غلط المفروض يكون هنغت متل هاد الفعل تماما فراجة نومات 2 اليوم صباحا وعننا الخيار الأول رحت على المدرسة المفروض يعني يكونوا هدول كله النفس المعنى ولكن قواعديا إش بين جفارن وليس أهب إذن هوت مورغن بن إش ان دي شولة جفارن المفروض زا بدا تكون صح فهي الجملة غلط طبعا عم حدد الغلط وين بالتحديد الخيار الثاني بن إش ان دي شولة جفارت طبعا هون في عنا غلطين ان دي شولة المفروض ان دي شولة لأن نحنا رايحين يعني الحالي عنا أكوزاتيف gefارت كمان غلط لأن الفعل فارن بالبرفكت يصير ich bin gefارن يعني gefارن بلس لس لس loose الخيار الثالث بن إش ان دي شولة gefارت كمان gefارت هو غلط الخيار الرابع بن Ich ان دي شولة جفارن طبعا هответ الجواب صح حويت مورGAN بن إش ان دي شولة جفارن والخيار الأخير إذن في عنا هاب غلط لأنه فارن تلما حكينا بيجي مع زاين وغفارت كمان ما في شي اسمه غفارت فراجة نومة دراي إذن كمس دو مت ميا انس كينو هل سوف تأتي معي إلى السينما الخيار الأول عنا ناين إيش ميني هاوصف غابن موس ماخن طبعاً هاي الجملة غلط لأنه الفعل لازم يكون بالمرتبة الثانية بعض الضمير المفروض وهون ما عنا فعل بعض الضمير الخيار الثاني ناين إيش موس ميني هاوصف غابن ماخن ناين إيش موس الفعل هون مودال فرب إجابة المرتبة الثانية ميني هاوصف غابن ماخن فهو الجواب صح الخيار الثالث ناين إيش موس ميني هاوصف غابن تسو ماخن طبعاً هاي الجملة غلط لأن عنا هون موضال فرب لازم يكون الفرب الثاني بالجملة بحالة الانفينيتيف بدون تسو يعني متل ما هو تماما ما خنصح ولكن بدون تسو ومنلاحظ أن الجملة الثالثة والرابعة الرابعة والخامسة هدول كلهم في هون تسو فهنن غلط فراغة نوما فيها إذن فنك هو اسم اسم شخص فنك يكون و هو الجواب غلط والحالة القواعدية هون تحكي عن الصفات إذن الصفة في إلى ثلاث صياغ مثل ما بنعرف الصفة العادية لما بتكون مثلا زين بلوس أديكتيف النوع الثاني هو الكومباتيف اللي هي المقارنة إذا بنا نقارن بين شيئين النوع الثالث هو السوبرلاتيف اللي هو التفضيل أفضل شيء طبعا هون في عنا المفروض تكون الصفة على حالة يعني بدون ائر فهو الجواب غلط لحد الآن إذن شونا هي الكلمة بحد ذاتها غلط المفروض تكون شونا وليس شونا شونا إذن شونا نلاحظ هون عنا حرف وهي الجواب الصح إذن وهي الحالة تماما هي هي المقارنة بتكون الصفة بشكل أساسي بشكل عادي إذن شونا مضاف إليها إئر إذن صاعت عنا شونا وبيجي بعدها ألس وبيجي بعدها الاسم الثاني اللي عم نقارنه مع الاسم الأول اللي هو في فينكي الجملة الأخيرة شونا ألس رينيا طبعا غلط متل ما حكينا إذن بنا نعمل كومبراتيف بديكون في عنا إئر آخر الصفة فراجة نومة فنف فوهن هصدو داس بوخ قتان إلى أين أخذت الكتاب أين وضعت الكتاب الخيار الأول عنا إيش هاب زي أو داس غيقال قشتيلت إذن هاي الجملة غلط لأن عنا هون زي والأرتيكل تبع بوخ هو داس إذا بنستبدل داس بضمير المفروض يكون هون عنا إيش هاب إيش أو داس غيقال قشتيلت هيك بتكون صح الخيار الثاني عنا إيش هاب زي أو ديم غيقال قشتيلت إذن كمان هاي الجملة غلط عنا هون أول خطأ زي مثل ما حكينا المفروض يكون اس والغلط الثاني هون عنا أو ديم غيقال إذن أو ديم غيقال هو غلط هون عنا الحالة داتيف والمفروض تكون الحالة عنا أكوزاتيف لأن إحنا لما منسأل بفوهن لازم يكون الجواب بحالة أكوزاتيف وليس داتيف يعني أو داس غيقال وليس أو ديم غيقال إذن هاي الجملة فيها خطأين الخيار الثالث عنا إيش هاب اس أو ديم غيقال قشتيلت إذن هون مستبدلين داس بوخ بإس يعني هون صح لحد الآن ولكن الخطأ اللي موجود بهاي الجملة هو أو ديم غيقال إذن مثل ما حكينا لازم تكون الحالة عنا هون أكوزاتيف ولازم يكون أو داس غيقال الخيار الرابع عنا إيش هاب اس قشتيلت أو داس غيقال إذن هون في عنا الاس صح وهون في عنا أو داس غيقال كمان صح ولكن موقع الفعل الثاني اللي هو قشتيلت لازم يكون بآخر الجملة إذا كان في عنا فعلين بالهاوب تزاتس الفعل الأول بيكون بالمركز الثاني بالمرتبة الثانية والفعل الثاني بيكون بالأخير فهي الجملة غلط والخيار الأخير عنا إيش هاب اس أو داس غيقال قشتيلت وهي الجملة صح تماما هون في عنا الفعلين بالمراتب الصحيحة تماما هون في عنا اس العايدة على داس بوخ وهون في عنا أكوزاتيف كمان أو داس غيقال فهذا الخيار هو صح فراجة نوما 6 إش كان نشت كلافير شبيلن أبا إش أنا لا أستطيع العزف على البيانو ولكن أنا أريد تعلمه أبا إش فيل اس ليرن نوعا ما هاي الجملة صح الجملة الثانية طبعا هون في عنا غلط اللي هو تسو لما بيكون في عنا موضال فيرب مثل ما حكينا بالجملة الثانية يمكن بيكون الفعل الثاني مثل ما هو ولكن بدون تسو إذن الموضال فيرب اللي عنا هو فيل الجملة الثالثي عنا فيل تسو ليرن اس طبعا هاي كلها غلط الجملة بشكل عام غلط والخيار الأخير اس تسو ليرن فيل إذن أبا إش اس تسو ليرن فيل هون في عنا صار نيبن زاتس ولكن بدون شيء بيدل إنه في عنا نيبن زاتس بها الحالة كمان هون عننا غلط فراجة نومة 7 طبعا بهذا التمرين في عنا غيلاتيف بنومن الجملة الاولى عننا إذا هاي الجملة غلط بسبب مفروض تكون هون لأنه الفعل بجماعو داتيف إش جيب دي وليس إش جيب دي الجملة الثانية إذا هون في عنا دم داس بوخ كمان داس بوخ تمام ولكن جيبن هست المفروض تكون وليس هست جيبن فالجملة هون هي غلط الجملة الثالتي عنا ديم دو جيبن هست داس بوخ إست مين فاتا طبعا هاي الجملة غلط بسبب هدول الفعلين هدول الفعلين لازم يجوا بعد كلمة داس بوخ لأنه الجملة هون إذن جملة ريلاتيف بونامن هي جملة الفعل بيكون بالأخير إذا كان في عنا فعلين كمان الفعلين بيكونوا بالأخير يعني هون بعض كلمة داس بوخ الجملة اللي بعضها ديم دو داس بوخ جيبت هست إست مين فاتا إذن الجملة هي غلط بسبب الفعل جيبت إذا ما فيش اسمه جيبت جيبن الماضي منه جيبن الجملة الأخيرة ديم دو داس بوخ جيبن هست إست مين فاتا طبعا هاي الجملة صح تماما أول شي عنا الإسم بعدين عنا الغلاتيف بونامن بحالة الداتيف إذن شو اللي ببيننا إذا بحالة الداتيف أولاء هو الفعل الأساسي تبع الجملة والشغلة الثالثة اللي هي الفعل بآخر الجملة عندهم فعلين الفعلين بآخر الجملة بسبب غلاتيف فراغة نمار أخت وسن هنده سن داس واسن هنده سن هون نحن نسأل المن هاديه الكلاب كلاب من هاديه أبعا هاي غلط بسبب دي هنده المفروض كون مانة Das sind مانة هندة تابعا هاي جواب صح ديزس سن ديزس هون عنا إذاً هون في عنا إست الهند هي الجمع فإست هون هي الغلط بالجملة إذاً صارت عنا الجملة فراجة نمع نوين يعني ما رح تجي اليوم لعندي الجملة الأولى إذاً هون في عنا غلط وفي غلط تاني كمان كتير مهم نحن هون عم نسأل سؤال بالنشت سؤال منفي كم صدوهرت النشت سمية؟ لو منسأل سؤال ومنستخدم نشت أو كين لازم يكون بالجواب في كلمة دخ إذاً هاي الجملة الأولى مثل ما حكينا غلط الجملة التانية الجملة التالتة إذاً مفروض نستخدم كلمة دخ بمعنى بلا يعني مبلا إنه ما رح تيجي اليوم لعندي بلا رح إجي إنه هيك رح كون الترتيب الجملة الرابعة إذاً بدك تستخدم دخ ما في داعي تستخدم النفي مرة تاني أنت عم تنفي بكلمة دخ السؤال عم تنفي النفي اللي بالسؤال بشيء إيجابي إذاً فينا نجاوب إيج كان نيشت كومن ممكن أو دخ إيش كومن دخ إيش كومن أنا جاية مبلا أنا جاية فالجواب هو صح فراجة نمرة 10 لماذا لم تأتي إلى حفلة بترا الخيار الأول إذاً لما عم استخدم معناته لازم يكون في عنا نيبنزاتس إذاً جملة فيل هي نيبنزاتس نيبنزاتس بمعنى أنه الفعل لازم يكون بآخر الجملة فهي الجملة غلط إذاً هون في عنا فيل وعننا الفعل بآخر الجملة ولكن إذاً ما في شيء يسمه إذاً ما في شيء يسميه إذاً ما فيش يسمى جملة اللي بعدها هو جواب صح إذاً نحن عم نسأل عم نسأل لشخص لشخص واحد ما بسر نجاوب عن مجموعة جواب غلط الجملة الأخيرة عنا إذن فعل مو بالأخير أول شيء والجواب مو عن شخص واحد إنما عن مجموعة فالجواب هو غلط إذن وبعد ما حلينا هدول الأسئلة رح نروح على يعني التقييم أو النتيجة نضغط عليها إذن حلينا الأسئلة وجوابنا عليهم صح طبعا الغرض مو إنه نتيجة الاختبار أو هيك متل ما حكينا الغاية أو الهدف كانت إنه راجع بعض القواعد والمعلومات اللي ممكن تكون مثلا صار لنا زمان ممرة علينا وبس هاد كان الدرس اليوم وإذا حابين أعمل دروس متل هدول تيستات واختبارات اعملوا لايك للفيديو كتبولي كمان رأيكم بالتعليقات بتمنى لكم النجاح جميعا سلام